الأمم المتحدة تقرر سحب قوات حفظ السلام التابعة لها من جمهورية ساحل العاج بعد مرور 14 عاما على وجودها وقالت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في العاصمة أبيد جاعشة من دونه إن مجلس الأمن يعتبر أن الحاجة لم تعد باسة إلى وجود قوات أممية بالبلاد وإنها أدت مهامها خلال ما يقارب عقدا ونصفا من الزمن ويرتقب وفق الممثلة الأممية الخاصة أن يشرع في تنفيذ قرار الانسحاب بدا من متصف شهر فبراير الجاري على أن يكتمل الانسحاب بشكل نهائي شهر يونيو القادم وآيئته قرار الأمم المتحدة سحب القوات تابعة لها من دولة ساحل العاج في سياق داخلي يتسم بلد الطراب وتمرد حيث سجلت حالات تمرد عديد داخل الجيش الإفواري خلال الأسابيع الأخير للمطالبة بزيادة العلاوات وصرفها وقد انطلقت سرارة تمرد الأخير من مدينة بواكي ذاني أكبر مدن ساحل العاج قبل أن يتأسع لاحقا ليشمل عددا من المدن الأخرى وقد خضت ساحل العاج مؤخرا انتخابات تشريعية حسبها الحزب الحاكم أغلبية برلمانية مريحة وعين بعدها رئيس الحكومة نايبا للرئيس الجمهورية وهو المنصب المستحدث بموجب التعديل الدستوري الذي عرفت البلاد والذي بموجبه أعلنت دخولها في جمهورية ثالثة وأعلن الرئيس الإفواري الحسن وترى عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2020 ويحكم وترى ساحل العاج منذ عام 2011 حيث فاز في انتخابات 2010 رئاسي على الرئيس السابق لوران كباكبو الذي رفض الاعتراف بخساراته وعرفت البلاد أعمال عنف استمرت أشهرا تسببت في وفاة نحو ثلاثة ألاف شخص وكانت السبب في محاكمة كباكبو أمام محكمة الجنايات الدولية